نفس الكلام هنروح لنشآت الكرة الطائرة اللي بيلعبوا كمان دلوقتي بتوت العالم ولكن للأسف اصطدموا في موراة قوية جدا في دور الستاشر مع بولندا والحقيقة لم يوفق المنتخب وخسر بنتيجة تلاتة سفر بيكون طبعا كان المنتخب محمد مهران وبيلعبوا دلوقتي تحديد المراكز من التاسع للستاشر ربنا وفقهم والبطولة كمان بتتلاقي في كرواتيا والمجر في الفترة من تلاتين لحد اتناشر اغسطس اللي احنا فيه بإذن الرحمن طبعا زي ما قلت لحضراتكم من نتيجة بولندا تلاتة واحد منتخب قوي تصطدمنا به طبعا وكنت لعبتنا يعني ما كانتش برضو على نفس المستوى طول المباراة يعني أقول لكم نتاج الأشوات 25-12 الشوت الأول الشوت الثاني 27-25 لينا التالت 25-17 الرابع 25-17 الدنيا كانت قريبة بسوضح ان اهتزاز المستوى خبرات طبعا ومباراة كالجمدة وكأس العالم برضو ليه رحبته المنتخب يعني فيه تلاتة من لعبتنا في النادي الاهلي فرح الحناو وفريدة أسامة الزرقى ورماز أشرف العفيفي دول التلاتة اللي بيمثلوا منتخب مصر من النادي الاهلي طبعا منتخبنا ده كان فاس طبعا ببطولة أفريقيا على الكاميرون في النهائي اللي تلعبت في ناجيرة وتأهل بناء عليها إلى بطولة العالم أكيد طبعا يعني عملوا أداء كويس نتمنى بقى في تحديد الملاكز نتكلم في تحديد مركز متقدم يا رب أتمنى المركز التاسع يعني ممكن برضو الدنيا تقرب ويبقى نتيجة برضو جيدة مش وحشة اشتركوا في القناة